السلام عليكم معكم الشاف صلاح البطني وصفة نهار اليوم ان شاء الله رح تكون تحليه بذوق الموز والكارمال سبق وحطيتها لكم في القناة واليوم حبيت نعودها لانه وجدت خالتي وطلبتها مني وزد كررتها وحبيت نعتلكم هاد الوصفة لانه كاي الناس شافوها وكاي الناس ما شافوهاش يقولك في الاعادة افادة خليكم معي مع طريقة تحذروا ما هي المقادير يحتاجوها في هاد الوصفة اول حاجة عندي نص سطرة تحليب وزوج ملاعق ونص تعنشا عندي ايضا ثلث ملاعق تعنشا عندي ايضا ثلث ملاعق تعنشا سكر ممكن ديروا زوج ملاعق ليما يحبش الحلاوه بزاف يدير زوج ملاعق يكتفي بهم عندي هنا ملعقة تعقهوه فانيلا ملعقة تعقهوه فانيلا راح نضيف ايضا قرصات على الملح ونخلط كلش بارد في بارد لازم تخلطه مليح في البداية ومبعدة باش تحطها على النار حتى انت كواقويلا الوقت لي الكريماتي عراي على النار انا الهنا راح نجيب هذا القاطو العادي ممكن تستعملوا ماكاوت تستعملوا اي ذوق اي شكل وتشمخوا اللي هنا في الحليب اللي هنا بندخلتي صغيرة هي اللي راي تحضر فيها بنعدت لها بركو هي راي تحضر اذا بهذه الطريقة نستف هذاك القاطو كامل نشمخوا كامل في الحليب ندير طبقة تاع القاطو ونبعد الوقت اللي الكريماتي تكون طابت وتكواقولات يعني تكاثفت اللي هنا وش راح ندير نبدلها نحيها من المقلاء اذيك الطاوة عفوا ونحطها فيه لسيبيون ونزيد نضيف لها حوالي ثلث ملاق انت غبرت الشونتية ثلث ملاق يكونوا كبار وممكن نديروا ربعة ممكن ثلاثة مهم على الاقل يكونوا ثلث ملاق ونخلط المليح بالفوي ممكن تخدموا ايضا بالباتر وهي سخونة تضيفوا لازم تكون سخونة وتخلط المليح ونبعد نقسم هذه الكريمة على اثنين باش ندير بهذه الطبقات اللي هنا هذا طبقة الاولى نمشيها كامل على الوجه تاع القاطو ونبعد بعد ما نمشي الكريمة راح نزيد ندير طبقة اخرى وننتعي القاطو بنفس الطريقة نكمل نشمخ ايضا طبقة تاع القاطو بهذا الشكل واللي هنا واش راح ندير بعد ما نكمل الطبقة الهنا هي را يتخدم وانا راني نستف البانان نحك موزوش حبة تاع البانان قطعوهم شرائح كما راه موضح في الصورة عذرا له ندرت ايضا طبقة تاع البانان ونبعد نضيف عليها الطبقة هذيك اللي بقات لي تاع الكريمة حاولوا تمشيها وتخليوها في الثلاجة يعني جوز تمشي الكريمة هذيك على السطح تاع البانان نحطوها في الثلاجة حوالي نصف ساعة حتى نتحكي مروحها الكريمة ونبعدها باش نزيد طبقة الاخيرة اللي هنا ذركنا راح نحطوها في الثلاجة ونبعد نكمل معكم اللي هنا عندي كاس انتع السكر كاس انتع السكر غير مملوء نحطوه في مقلاة ونخليح تاني ولي كارامال الوقت لي ولي كارامال راح نجيب علبة تاع الكريمة الكريمة من الاحسن تستعملوا الكريمة المفراش هذي ليوماتر راح تعطيكم ضوء وتعطيكم نكهة ايضا للتحليتاتكم ونخلط بشوية حتى نتحصل على كارامال سلطة كارامال كما لاتبع في المحلات اذا هذي هي اضوكا راح ندير بعد ما تطيب لي الكريمة تاعي او السلطة كارامال راح نضيفها على الوجه على الوجه تاع تحليه بهذا الشكل كما قلتكم تحليه لازم تخليها تبرد شوية وايضا نصصة الكارامال خليها تدفى ما تضيفها شوية سخونة باش ما تخصلكم ش طبقة تاع الكريمة تاع الحليب البيضة ذيك وذكرة نمشيها الوجه كامل ونضيف لها تزين خفيف ممكن نضيفه كوكا وانا الهنا عندي هذي الحوبيبات هذو تاع الحلوة اضافتهم انتم الموجود عندكم كما قلتكم كوكا و لوز افلي لوز تحبوا تخليها كيف تديروا البانان الموجود اذا هذي هي الوصفة عنها اليوم اللي فتحضرتها الخالطي وعجبتها ببثا ودرنا الحفارية خفيفه ضريفة نتمنى تتكلم لتاعجابكم الوصفة عنها اليوم وتجربوها اذا اجبتكم الفيديو تقوم عليكم اضافتكم من الشهاب اذا اجبتكم القناتي الا اشتراك و لا ابني و لا اتفعيل و تفعلوا وزر الجرس و مشوصلكم كل جديد انتعي مابق الي لقوم ونشاهد تلك الصحا في عدد اخر سلام